بسم الله يبنى الروح القدس الاله الوهد امين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الآبد امين اليوم هو الحد الأول من شهر أبيب حد الأول من شهر أبيب كنيسة بترتب كراءة في أول حد من شهر أبيب اللي هو بيبقى بعد عيد الرسل عن إرسالية التلاميذ الإرسالية سيد المسيح أرسل فيها تلاميذه ورسله السيد المسيح أرسل إرساليتين الأولى كانت للإثنى عشر تلميذا والثانية كانت للسبعين رسولا في إنجيل عاشية النهاردة أرينا عن الإرسالية الأولى إنجيل عاشية الأرينان برح أرينا عن الإرسالية الأولى التلاميذ الاثنى عشر وفي إنجيل الأداس النهاردة أرينا عن الإرسالية الثانية إرسالية السبعين رسولا الإرساليتين اللي أرسلهم السيد المسيح كانت للإثنى عشرة تلميزا والسبعين رسولا الأولى بنشوفها في لوقة تسعة والتانية بنشوفها في لوقة عشرة في الإرساليتين دول أعطى السيد المسيح وصاية ومبادئ مهمة في الخدمة كل إنسان مسيحي في حياته كمسيحي يشهر للمسيح وخادم أعطى وصاية ومبادئ في الخدمة زي ما كده الشركة بتعين حد في الشركة أول حاجة بيعرفوا بيها في الشركة الباي لو بتاعت الشركة أو الورجنيزيشن لما أي حد بيفتح أي اورجنيزيشن بيعمل باي لو سيد المسيح ادالهم الباي لو دوت وصاية ومبادئ مهمة في الخدمة من الوصاية والمبادئ المهمة هنتأمل في حاجتين اتنين الحاجة الأولى هي مركز الله ومركز الخادم والحاجة التانية اللي هي ما بين التعب والفرح الحاجة الأولى اللي هي مركز الله ومركز الخادم في الخدمة في الإرسالية داية بنشوف مركز الله في الأول بيقول أول حاجة الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون والحصاد الكثير والفعل القليلون على الفعلة أن يطلبوا من رب الحصاد اطلبوا من رب الحصاد الله مركزه هنا الله مركزه هنا أن كل خادم وكل فعلة أول حاجة ما بتحصل أي حاجة الله هو المسؤول الأول والأخير عن الخدمة اطلبوا من رب الحصاد الله أعطى هذه النعمة لخدامه أعطانا هذه الخدمة زي ما بيقول بولس الرسول في رسلته لكرونثوس الأولى بيقول من هو بولس ومن هو أبولس بل خادمان آمنتم بواسطة هما وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولس سقى لكن الله كان ينمي إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي إننا نحن عاملان مع الله وضح إيه وضع الله وإيه وضع الخادم وضع الله هو الذي ينمي وضع الخادم هو الذي يغرس ويسقي الإنسان الخادم مع الله في خدمته دائما يطلب من الله يصلي باستمرار أي خدمة أيا كانت بدون صلاة من الخدام وبدون صلاة من الفعل المخدومين هذه الخدمة الله ليس هو مركزها وبالتالي الله ليس فيها أي بركة الله ينمي والخادم يغرس ويسقي نقطة تانية عن مركز الله ومركز الخادم لما بيقول وبعد هذا عين الرب سبعين آخرين أيضا بعد هذا يعني بعد الإرسالية الأولى اللي أرسلها للتلاميذ الاثنى عشر بعد هذا عين سبعين آخرين أيضا ولما قال يرسل فعلة إلى حصاده حدد هنا إن الله يعين وإن الله يرسل عين الرب سبعين آخرين أيضا وقال أطلبه من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده يبقى الله هو الذي يعين والله هو الذي يرسل الله يجد خدام لولاده وبناته الله بيقول حقيقة مهمة الحصاد هيفضل كثير من أيام سيد المسيح وإلى الآن وهذه الحقيقة مؤكدة دايما الحصاد كثير ودايما الفعلة قليلون حقيقة مش في زماننا فقط أو مش أيام التلاميذ والرسل فقط ولكن حتى زماننا إلى الآن حجم الحصاد هيفضل كثير وكم الفعلة هيفضل قليل عين وأرسل ولما أرسلهم أرسلهم اثنين اثنين كان ليه هدف الله أنه يرسل اثنين اثنين ليه ما أرسلش واحد واحد أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهي إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي سليمان النبي في سفر الجامعة بيقول اثنين خير من واحد لأن لهما أجرى لتعابهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه في الخدمة فيه اثنين اثنين واثنين يعني عمل جماعي الواحد مش يشتغل لوحده وعمل جماعي يعني الاثنين لازم يشتركوا مع بعض الاثنين لازم يشتركوا مع بعض في إنماء الخدمة وليس في فصل الخدمة الاثنين يشتركوا مع بعض فكل واحد يتخلى وعنده إخلاء للثاني الاثنين يشتركوا مع بعض بمحبة وتواضع تزدهر الخدمة الاثنين يشتركوا مع بعض فلما الخدمة تنم وتزدهر ما يجيش المجد الواحد يجي المجد للاثنين ولا للاثنين أصلا المجد أصلا لله فلا ده يحس بالمجد ولا ده يحس بالمجد النقطة اللي ربنا بيقولها وهو بيعين ويرسل تلاميذه ويرسلهم اثنين اثنين بيقول أن وضع الله هنا أنه يعين ويرسل ووضع الخدم هنا أنه يعمل عمل جماعي يعمل عمل جماعي اثنين اثنين ولا يأخذ المجد لنفسه لما يلقى اثنين ما ياخدش المجد لنفسه ينسب المجد لله في النقطة الأولى السيد المسيح بيوضح مركز الله ومركز الخادم في الخدمة الخادم يغرس ويسقي الله ينمي الخادم مدعو ومعين ومرسل للخدمة الله هو الذي يعين ويرسل ويرسلهم اثنين اثنين النقطة التانية في هذه الارسالية عن التعب والفرح ما بين التعب والفرح سيد المسيح وصف لهم شكل المسئولية ديت هي ليست كرامة هذه المسئولية هي ليست كرامة للخادم قال لهم ايه؟ قال لهم ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب قد التعب اللي هتشوفوه في الخدمة زي التعب اللي هتشوفوه في الخدمة زي التعب اللي هتشوفوه الحمل الوديع بين ذئاب مفترسة ده شكل الخدمة ليست كرامة ليست كرامة لانسان ولكنها هي اصلا تعب هتشوفوه تعمل في حق لله معناه مدعو للتعب وعشان كده ده اي انسان بياخد مسئولية اكتر معناه انه ليس له كرامة اكتر بل انه مدعو لتعب اكتر مدعو لتعب اكتر قديس اغناطيس الانطاقي له قول جميل في ارسلته الانطاقية بيقول ان الله ارسلنا مثل حملان وسط ذئاب لكي ما تفترسنا الذئاب فتصير حملان ده هدفنا في الخدمة تفترسنا الذئاب فتصير الذئابية حملان دل الإناه في قصة استفانوس كان حملا وديعا اختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وكان مملوءا ايمانا وقوة وكان يصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب فشخص اليه جميع جالسين في المجمع ورقوا وجهه كأنه ملاك ده شكل استفانوس واحد الذئاب اللي كان واقف وقت رجم استفانوس هو شاول الترسوسي اللي حرس ثياب الجنود اثناء رجم استفانوس ويقول الكتاب عنه انه ايه كان راضيا على قتله كان راضيا على قتله لكن احد الذئاب ده اللي هو شاول الترسوسي يفترس الحمل استفانوس ويصير حملا ويصير حملا بافتراسه ظهر له السيد المسيح وتحول هذا الذئاب الى حمل وكان في خدمته اسدا غيورا يشهد للمسيح ويستشهد على يد نيرون الطاغية من اجل اسمه وهكذا في تاريخ الكنيسة نلقى ذئاب كثيرة صارت حملان اريانوس والي انصنا المركز اللي في قرب ملوي في المينيا عزب الكثير من المسيحيين واشتهر بتفننه في التعذيب واشتهر بكل فنونه كان معروف عنه فيرسلوا اليه كل المسيحيين الغيورين الثابتين في الايمانهم وهو بيرمي سهمه الى احد الاشخاص الى فيليمون اللي اتحول من الوثنية للمسيحية فيليمون ارتاب ورح صاب عينه وقالوا له قالوا لاريانوس ان هو يروح لقبره بعد استشهاده وياخد من الطراب اللي هو مدفون فيه يحطه على عينه وبعد ما استشهد راح هذا الذئب اريانوس يحط من هذا الطراب اللي في قبر فيليمون وصار حملا واستشهد على اسم يسوع المسيح بعد ان شفيت عينه كانت هنا بنشوف شكل الخدمة في التعب اللي بيشوفه الخدم التعب من اجل الخدمة هو تعب زي حمل بين ذئاب وبنقول ما بين التعب والفرح طبعا فيه فرح حقيقي في الخدمة لكن الفرح دوت فرح الفرح الحقيقي دوت سيد المسيح هنا بيوجه نظر التلاميذ والرسل عن هذا الفرح بيقولهم ان الفرح دوت ايه شكل ايه الفرح دوت لما رجع السبعون بفرح قائلين فرحانين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم ايه لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم ما تفرحوش بكده بل افرحوا بالحريه ان اسماءكم كتبت في السماوات الخادم لا يفرح بالموهبة التي اعطيت له من اجل خدمة ولاد ربنا الله يعطي مواهب زي ما بيعطي مواهب اخراج شياطين مواهب شفاء امراض مواهب في الخدمة على حسب احتياج الخدمة يعطي هذه المواهب لكن الخادم لا يفرح بهذه المواهب لا يفرح بهذه المواهب قال لهم ما تفرحوش ان الارواح تخضع لكم ما تفرحوش ان عندكم موهبة اخراج شياطين ولكن تفرحوا بايه فرح الحقيقي ايه تفرحوا بخلاصكم ان اسماءكم كتبت في السماوات افرحوا بخلاصكم وخلاص ولادكم ان هذه الاسماء كتبت في سفر الحياة الفرح بالسلطان مش اللي بياخده الانسان من الله لكن الفرح بالسلطان على الشيطان وعلى الخطيئة الفرح بالخلاص عشان كده بنشوف النقطة التانية هنا اللي وضحها في الارسالية ما بين التعب والفرح تعب من اجل الخدمة وهي ليست كرامة وشكل التعب زي الحمل الودية بين الذئاب المفترسة وفرح حقيقي في الخدمة وشكل الفرح مش بالمواهب اللي بناخدها لاجل الخدمة لكن شكل الفرح بخلاصنا وخلاص اولدنا الله يعطينا ان نرى في كل واحد فينا كشاهل المسيح في خدمته يرى مركز الله في خدمته ويرى مركزه هو انه يرى ايضا ان الخدمة للتعب ويرى ايضا ثمر هذه الخدمة بخلاص انفس ولاده وخلاص نفسه له كل مجد وكرامة من الان و الى الابد امين اشتركوا في القناة